اهلا بكم من جديد تعد مشكلة انحراف البصر او استيجماتيزم احدى مشاكل العين التي تسبب ضبابية الرؤية او زغللة العين المشكلة الشائعة لدى الاطفال والبليغين يمكن للطبيب المختص اجراء احد الفحصات الطبية لتشخيص الاصابة بها وتحديد مدى شدة الحالة وعلاجها وللمزيد ينضم الينا من دبي عبر سكايب الدكتور عليها ظل اختصاص طب العيون والليزك صباح الخير دكتور علي خلينا بداية انفرق ما بين الاستيجماتيزم وطول وقصر النظر يبدو انها قريبة بعض الشيء صحيح اول شي شكرا على الاستضافة وتعزينا لللبنانيين على المصابة الاليم شكرا بالنسبة للاستيجماتيزم هو نوع من انحراف بشكل كرانية بيعطيه مثل ما قلته زغللة بالمظر وهذا الانحراف عادة يمكن علاجه بنوع من النظرات ونشوفه بشكل كتير كبير بمجتمعاتنا خاصة المجتمعات العربية وهلأ بنتكلم له طب بداية دكتور ما هي أبرز أسباب انحراف البصر وهلأ الموضوع وراثي؟ هلأ بالشكل الكبير هو وراثي يعني بنسبة أكثر من 50% بس فيه سبب آخر هو الحساسية المزمنة وفرق العين المستمر تبينت الدراسات الحديثة أنه ضغط على العين أو فرق العين هو من الأسباب الرئيسية اللي بيخلي الاستيجماتيزم يكون موجود ويزيد مع الوقت هل الاستخدام المفرط مثلا للحاسوب لودور في حدوث الاستيجماتي؟ في بعض الدراسات بتقول أنه التركيز المستمر على الشاشات والضغط الجفن على العين يعني عم نضغط على القرانية ممكن يسبب انحراف بهاي القرانية ونشوف الأرقام عم تزيد ما تم برهنت هذا الموضوع بشكل علمي 100% بس في بعض الشكوك أنه نعم ممكن طيب دكتور بعض الأمراض العينية قد تختلط أعراضها مع أعراض انحراف البصر كيف نميز؟ صحيح من هون مثلا فيني أعطيك أنه جفاف الدمعة ممكن يعطي نوع من الضبابية بالرؤية وكأن الشخص عنده استيجماتيزم الجفاف بيعطي نوع من الضبابية اللي ممكن تكون موجودة بعض الوقت وتختفي الوقت الآخر أما الاستيجماتيزم بيكون الضبابية بالرؤية الثابتة وما بتتغير بأي وقت من الأوقات منهم بنروح بنشوف الطبيب وهو اللي بحدد إذا السبب هو الجفاف أو هو السبب هو الانحراف بشكل قرانية العين اللي هي جزء الأمامي للعين نعم هل لها مضاعفات إذا تركت دون علاج؟ نعم فيه لها مضاعفات اللي هي ألم الرأس يعني صداعة منشوف كتير أشخاص بيروحوا عن طباء جنرال فزيشن يعني الطبيب العام بيكون عندهم أوجاع الرأس وبيتبين بس يرسل الطبيب لعن طبيب العيون أنه كان السبب هو انحراف أو الأستيجماتيزم ومن هون دور النظارة أو علاجات مثل الليزر والليزك لتخفيف من هذا الانحراف ومنتخلص من ألم الرأس نعم طيب دكتور بالحديث عن العلاجات يعني هناك العدسات اللاصقة النظارات والبعض يلجأ إلى الليزر أو الليزك حدد لنا متى نلجأ إلى كل منها؟ صحيح هلأ العلاج الأساسي هو بالنظارة طبعا خاصة الأشخاص لهم عمرهم أقل من 18 سنة بعد 18 سنة ممكن نختار بين العدسات خاصة هلأ مع زمن الكوفيد عم نشوف أنه في كتير ناس متخوفين من لبس العدسات حتى النظارات مع الماسك عم بيصير في ضبوية عم نتجه على الليزك كتير أشخاص حاليا على تصحيح النظر الليزك ممكن يصلح لحديث الخمس درجات استيجماتيزم أو انحراف بعض الأشخاص كانوا يفكروا أنه لا التصحيح النظر غير ممكن لا فينا نصحح وموضوع سهل جدا ومن ثاني يوم نرد على الشغل بالشكل الطبيعي طب هل هناك محاذير من استخدام الليزر في تصحيح الاستيجماتيزم؟ طبعا إذا كان الشخص عنده قرانية ضعيفة الشكل أو إذا كان عنده نوع من القرانية المخروطية اللي هي بيكون قرانية ضعيفة جدا وشكلها غير طبيعي أو منحرف من هون نمنع منع باتا استخدام الليزر أو الليزك ونروح لعلاجات مختلفة مثل فقط العدسات أو زرع حلقات داخل القرانية طب دكتور ما الفرق بين الليزر والليزك؟ الليزر هو علاج من استعمله عند الأشخاص اللي عندهم قرانية ضعيفة بيسبب ألم لثلاثة أيام وشخص بيرد على عمله من رابع يوم الليزك هو لا يسبب ألم من ثاني يوم الشخص بيرد على حياته بالشكل الطبيعي ونستخدم الليزك عند اللي سماكة قرانيتهم جيدة ومرتفعة وما فيها انحراف بشكل كتير كبير طب وطرق التشخيص لهذه الحالة بالتحديد؟ عادة في عنا نحن أجهزة من إلا جهاز التوبوغرافي اللي بيخلينا نحن نشوف كمية انحراف القرانية من هون منحدد هل هذا الانحراف شكله مستقيم بيكون اسمه استجمتزم أو انحراف القرانية وإذا كان شكله غير طبيعي أو غير مستقيم هذا الانحراف اسمه القرانية المخروطية ولكل حال له طبيعة علاج محدد دكتور عدم معالجة مشكلة انحراف البصر هل يمكن أن يؤدي إلى العمى؟ لا هذا معتقد خاطئ شربل هذا سؤال كتير ممتاز كتير أشخاص بيجوا خايفين وأنه في رعب شديد وأنه ممكن يوصلوا لمرحلة العمى لا الانحراف العادي ما بيوصل لحالة العمى إنما القرانية المخروطية ممكن توصل لحال فقدان بصر شديد من نسبة 80 إلى 90% من هون ضرورة تشخيص عند الطبيب لنشوف هل هي انحراف عادي استجمتزم أو هو الحال هو القرانية المخروطية ومن هون نطلب من الأهل من سن الخمس سنوات وما فوق أنه يشوف الطبيب أطفالهم كل سنتين مرة وحتى لي عمرهم فوق 18 لنتأكد ما يكون في انحراف شكل غير طبيعي أو القرانية المخروطية هل هي أكثر شيوعا عند البالغين أم الأطفال وإذا كان البالغين عند النساء أم الرجال هل هناك فرق؟ ما في فروقات كبيرة بس بتبدأ أكثر من سن 12 سنة وما فوق وعند الأشخاص اللي عندهم حساسية العين وبيصير فيه فرق أو ضغط على العين بشكل مستمر ومن هون النصيحة لكل الناس أنه ما لازم نفرق العين نعم طيب نذهب إلى أسئلة المشاهدين أسئلة عامة وإلى السؤال الأول ازدواجية النظر هل يوجد لها علاج علما بأنني أخذت الكورتيزون ورجعت أطباء ولم أستفد ممكن نعم في إلها نوع من النظرات اللي هي بتعالج ازدواجية النظر وإلها متخصصين طبعا موجود العلاج طيب نذهب إلى السؤال الثاني ما الأطعمة المفيدة لسلامة العينين وما مدى تأثير نقص الفيتامينات على سلامة العيون من الأمور الغير صحيحة واللي دائما الناس بتفكر لازم أخذ فيتامينات لأنه يصير نظري أفضل أو صحتي أفضل الأشخاص اللي بيصحها متكاملة منهم بحاجة لسبلومنس أو فيتامينس الأشخاص اللي هنا فوق الستين وعندهم أمراض مزمنة طبعا فيتامين أي ممكن يفيد أو بعض المأكلات اللي فيها فيتامينات مرتفعة نعم بس مش عند الشباب إلى السؤال التالي صباح الخير دكتور إيش أفضل وقاية للحفاظ على سلامة العيون من الهاتف المحمول كان فيه معتقد خاطئ أنه فيه نظارات مع بلو لايت فلتر ممكن يمنع هذا الموضوع هذا الاعتقاد خاطئ أفضل طريقة ترطيب العين المستمر وعدم استعمال الأجهزة أكثر من 40 دقيقة متواصلة إذا منستخدمها كل نهار شو من نعمل؟ للأسف وهذا اللي عملنا عمله نحن الحين لهيك ما بدأنا نشوف أنه أمراض زائدة للعيون خاصة ضعف النظر ونصيحة بقدر المستطاع أنه نحاول تخفيف لحن جارب نلتزم بالنصيحة إن شاء الله شكرا للدكتور علي فضل الله اختصاصي طب العيون والليزك شكرا لك شكرا لك شكرا لك